السلام عليكم و مرحبا بكم فيديو جديد و وصفة جديدة كنتمنى تكونوا في احسن احوال معكم زحرة من قناة زهود اليس اليوم سوف نشارك معكم واحد طلبية بالحلو والمالح كيك بواحد المكون و واحد صلصة جد رائعة و كذلك بوغ المالح سوف نشارك معكم واحد الحرشات مع عمرين بجوج ديال الحشوات مختلفة جوج ديال الوصفات اللي غادي فرحو كساس والقيان ديالكم او العائلة ديالكم و طبعا غادي نتكر معكم عدد الحبات بنسبة الحرشات و ثمان البيع المقترح اللي ممكن طبعا تقدوه حسب حسب المكونات اللي غادي تستعملوا على قبل ما ندوزو لا فيديو بريكم توصلوا هاد لا فيديو الاعداد اكبر عدد من اللي لايك ولي كومنتر و نخليكم عالوصفة بالتفصيل فرجة ممتعة هلاغ هنا عندي واحد ثلاثة ديال البيضات بدرجة حرارة المطبخ اللي حتيتهم بحالها كيف واحد لبول حاجة اللي كنأكد لها هي انه البيض يكون ضروري بدرجة حرارة المطبخ باش ننجح معكم الوصفة هنا فانا ضفت واحد الكاس ديال ساني دا كاس تقريبا ما يعادي الوحد مية وخمسين جرام وشوية ديال لافاني فهنا غاديمتنا ندرب حدك البيض مزيان مع ساني دا ديالي حتي تضاعف الحجم ديالو اي او داك البيض ودك سكار كيوليو لون ابيض اه سواء هكاية بالطراب الكهربائي سواء بداك الكاس ديال المولينكس الا ما كانش مصفر عندكم هكاية الكاس او اه طراب الكهربائي انا بنسبة لي درس واحد ثلاثة ديال البيضات اكبر اذا كان عندكم البيض صغير فممكن تمشيو حتى الاربعه ديال البيضات لانا المول كيف تشوفو فهو عندي شي شوية كبير انتم ما كسبقوا حسب المول اللي غادي تستعملوا فكسبقوا اه فكسب تخدموا بالبيض على حسب المول اللي غادي تستعملوا هكاية بالبيض اه اه تاكي تشوفو كيفاش كيولي ومن بعد فغادي امدا نضيف واحد الكاس لاروب ديال زيت المائي دا تدريجيا وانا ما كانحبش من التطراب لانا نضيفوا الزيت دقا واحدة كدفو تدريجيا وانا ما كانت تطربوا على جوج او ثلاثة ديال مرات وكننحركوا غير الجهد اللي غادي يتخلط لنا الزيت مع البيض وثنده لانا نضفت واحد شوي ديال النكهة ديال الكراميل اللي كسبقى اختيارية خير تبغيث انا النسمة ديال الكراميل جيني في الكيك ديالي وهنا كنضيف واحد الكاس ديال العنبه ديال اللبن من الافضل يكون اللبن ديال كارتونا مش ما كيجيش حامض بالساف وهاد البن صراحة كي اعطي واحد تعليك جد جد رائعة للكيك ديالنا هنا فانا بديت كنضيف دقيق او الكاكاو طبعا كنغرب لهم من قبل بالنسبة للكاكاو عندي واحد جوج ديال المعالق اكبار من الكاكاو يكون نوية جيدة كنأكد على هاد المسألة هدي لانه شحل ما كان الكاكاو نوية جيدة شحل ما كيكون واحد المضاق زوين فلوكينج هاد الكاكاو اللي لونه مغلوق بزاف فهو كي اعطي واحد المضاق مزوينج حاولو تفداوه وبالنسبة للدقيق فهو كيبقى حسب الخالط انا هنا هناخدت معي تقربين واحد مائتين جرام وانسوما طبعا حسب الكبر ديال بيض ديالكم هنا نضفت كذلك واحد جوج ديال الخمارات واحد معي لقى ديال الخل وكننخلط غير جهد باش يتخلط لي داك الشيء ومن بعد كنصب هاد الخالط ديالي في المول اللي سبق لي ودهنته بالزبدة وارشيته بالطحين ممكن كذلك ترشوه بالكاكاو وندخل الكاك ديالي طيب على درجات حرارة مية وخمسين دراجة مهم على حساب الفرن ديال كله واحده حتى كي طيب لي وكنجرب انه طاب باستعمال واحد الكوضاء ديما كنخبط المول ديالي باش كنتأكد انه ما كيبقوش يا دوك الفقاعات هنا هدي ندوزو باش ننجدو الكريمة ديالنا عندي واحد الكاسرونادات فيه جوج كيسان ديال الحليب هنضفت فيهم واحد المعلقة ديال النشا وكذلك هدي نضيف واحد المعلقة ديال كاكاو المور ممكن كذلك تخلطوما بالكاكاو المور والكاكاو داك الحلو وضفت كذلك واحد المعلقة ديال سانيه كنخلط لكل خارج النار باش ما يتركبش ليه حتى كيندمجو ليه المكونات وغادي نردهم فوق البوطة يطيبو بعد تحريك المستمر حتى يغلو ليه او حتى يتقال ليه الخليط مباشرة من بعد ما كنحيدو من فوق النار كنضيفها كايا واحد اليوغورت بنكهة الشوكولاتة والقليل بنكهة الكراميل كيات هاد الكريمة كتجي فعلا رايعة وكتجي بحل ديرالك خيم فخش وصراحة كساسوا ببوها كايا بوغ لك خيب او بوغ اي حاجة كتجي رايعة غير جربوها وردو ليه الخبار مهم يسألك نحرك يوغورت وكتجي بأي حتى يدعم الخليط بها يجبو كيف يشوفك يجي كيف يبري ومن بعد غادي ناخذ الكاك ديالي لقد نرشلي شوية الكاكاو من الجواني بشيك بشيك العزز ذك اللون الاسود وكنتعطي الكريمة ديالي مكا نصبها تسجي بينها مباشرة نزل الكريمة من فوق الكيك لا نصبر لها لأن الكريمة تبقى غادة و تتقل كيف نعرفه فيها النشاو و فيها اليوغورت و نقضي الكريمة بها الطريقة هذي باش تجيني متساوية و نحتفظ بها جانبا مباشرة باش نوجد الحشوة ديال الحرشات ديالي هنا الحشوة اللي لا درت واحد لا مغمية اللي درت فيها واحد شوية ديال البصيلة فلفلة أحمراء و فلفلة خضراء هذي هالكيميا غادي تكفاني العشرة ديال الحرشات هنا من بعد ما ينزلو كنضيف ليهم داجا كنضيفة للملحة غادي نضيف القليل من الإبزار اللي كيبقى حسب الضوغ عندي هنا يا شوية ديال التوم بودرة اللي ممكن تعويضه بالتوم عادي ولكن في الحشوات كان فضل التوم بودرة ما كيجيش مجهد بالساف و هنا غادي نضيف واحد الملقة صغيرة ديال توابل ديال الكفتة لكن ما كانش متوفرين فممكن استغناء عليها و غادي نضيفه القليل من القصبور الحبوب هنا كنخلط ديال التوابل مع الخضراء ديالي حتى كتوليليا متجانسة بها التاريخة هادي هنا ممكن كذلك تضيفو ديال الفلفلة اللي كتكون صفرة فكيبقى لكم الاغتيار هاد الحشو ما كتصلح لنا غير الحراشات ممكن نديروها فرغفاس ممكن كذلك نعمرو بها لفوندو كيش مهم كنلعبو بها كيما بغينا ممكن كتصلح من هنا 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 رغفواك هاد من بعد ما غادي ندارد vier ديال توابل graph نضيف كفتة البقرية 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 ديال الضغايق ومن بعد كنت فعل الحشوة ديالي ونخليها استبرد تماما قبل ما نعمر بها الحريجات. انا بالنسبة للحشوة الثانية عندي واحد نصلا مغمية بان ما خلصها طبعا تسفي وحد شوية ديال السيت شوية ديال البصلة مشلدة وهنا عندي الخيزة والكورجات. انا بالنسبة لكساس والبصلة اول الخطرة ديال صنق فلاشوار باش هكا يكون عندي اه قطع صغيرة وكيجوزيني في التمر وكذلك اه كذلك كتابوا ليها ضغيئة. غادي نغطي لهم وغادي نخليهم يعرقوا على خاطرهم. هنا من بعد ما تحلي الخضرات ديالي. غادي نبدأ نضيف توابل. غادي نضيف اه شوية ديال البزار. انا ديمة الملحة كنضيفها في الاول باش كتنزل لي الخضرات ديالي ضغيئة. هنا غادي نضيف ديمة شوية ديال وشوية ديال التوم بودرة. اه غادي نضيف كذلك واحد العطرية ميكسيكية. اه بالنسبة للعطرية فممكن تلابو باش ما بغيتو. فالله كيف كتشوفوهن ديال العطرية الميكسيكية متواجدة عن باقي مستلزمات الحلويات. ممكن تاخدوه ابتداء من خمسة درهم. كتعطي واحد نسمة رائعة. ما كيناش فانتو ما غادي ديرو غير واحد شوية ديال الزعتر. وشوية ديال شوية ديال السودانية. فيكفي بلا ما تستعملو هاد العطرية هادي. وم هادو كيبقى غير اضافات. ممكن تنقصوهم او تزيدوهم كما بغيتو. وهنا غادي نضيف اه كا اضافة واحد شوية ديال اعشاب المناسمة. وممكن تعود اضافة واحد شوية ديال الزعتر. زعترا وازير. كنخلط مزيان هادو التوابل ديالي مع اه مع الخضارة. وهنا غادي نضيف واحد لحك ديال طون بالزيت ديالو. اه زيت ديالو كدلي كنخليه لانه كيعطي واحد نسمة رائعة اه في الحشوة ديالنا. وهي ممكن ضيف هادو هادو الحك ديال طون. افضل يكون طون بالنوعية جيدة. اه باش كيعطي واحد نسمة رائعة. كنخلط هادو 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 كنفرتو مزيان مع الحشوة وكنحتفظ بها جانبا. غادي ندوز باش نوجد الحرشة ديالي. عندي هنا يا واحد كيلو اللاروب ديال السميدة لقيقة تكون من نوعية جديدة. غادي نضيف لها واحد الخميرة ونص. كل نص كيلو ديال السميدة بخميرة حمرة. هادي هي القاعدة. غادي نضيف اولا الخميرة. وغادي نخلطها مع السميدة ديالي قبل ما نضيف اي حاجة باش كنكون متأكدة انها اه تخلطت لي مزيان مع السميدة وتوزعت بشكل متساوي. انا الخميرة ديالي من الافضل تغرب لها انا متأكدة انا ما فيهاش حبيباز لان عندي اه جديدة. فا اه كنحلها بها الطريقة هادو كنحلها مع السميدة ديالي. سميدة كن اكد انها تكون من نوعية جيدة وتكون صفرها باش كن اه كنكون وزع ما نتأكدين ان الحرشات غادي جيونا مرملين. فا كنبدأ نحلها كايا السميدة ديالي بواحد شوية ديال الزيت. هنا عندي زيت نباتية زيت المائدة ممكن كذلك تستعملوا زيت الزيتون. وكمقا هكا يا كان رمل او اه كان بسبس هديك السميدة ديالي مزيان. من الافضل تستعملوا واحد الانية اللي تكون غارقة اكتر من هكا. انا هنا اغلت تصوير تستعملت هادي. ثم من الافضل تديرو شي بانيو اللي يكون كبير. كيف كتشوفو هنا يا السميدة ديالي فا انا حليتها. وغادي مبدأ نضيف لها الماء. عندي هنا الماء من الروبيني ما يكونش سخون. لان اصطول ما سخون فهو غادي بدي يكرك بليكم سميدة كاملة. وكنتقال غير كان جمعها كيا سميدة. ما كان عجنهاش. كمقا غير كان جمعها على بادياتها. حتى كتشرب ليادك الماء كامل. انا كيف شفتو اه 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 تقديد هنا تقليب عندي واحد جوجة كيسان ديال العنبة. وما زال هنا خدات لي تقليبا واحد جوجة كيسان انص. كيف كتشوفو كاس تكون بحالها كايا خفيفة. غادي نحتفظ بها اه جانبا واحد الخمسة ديال دقايق. ومن بعد فغادي مبدأ نشكلها. دي ما خليوة ترتاح غير واحد شي شوية. انا هنا ايا فانا ديجا كنت بدي سكنشكل فيها. كان ناخد هكايا واحد شوية ديال السميدة ديالي. انا ما كان عبرهمش ممكن كذلك تعبرهم. كان ناخدها كان حطاها كايا فراحة ديال يد. وكان نبسطها بهالطريقة هادي. كان ناخد واحد المحلقة ديال الحشوة قياس واحد المحلقة صغيرة. هنا هندي الحشوة ديال البصيلة والفلفلة والكفصة. وكان بدا نجمع هكا هي الحراشة ديالي. مهم كان بدا نجمعها مزيان باش ما كتتحلش ليه في المقلاة بي كان جي نبدا نطيبه. الطريقة هادي كان بدا نكورها وانا غادا هكايا معها غير من حد المسايسة حتى كنتجمع ليه مزيان وكنسد ليه هادو كان لتحت ديالي. كيف كنتشوفه ديما كان ارجع لتحت وكنسده مزيان. هنا عندي نضيف حجوة نضيف حجوة نفتها نضيف حرجاء الملح عن customization نضيف الحراج لتزيل حرجاء نجمع الحشوة الثانية الخضيرة والطون نجمع الحشوة الثانية نجمع الحشوة الثانية نجمع الحشوة الثانية ممتازة وحتى الخضيرة القتال هذا مرحبت الحشوات نجمع الحشوة الثانية درسل الشوكولات درجة الثانية انا سبق لي وشاركتهم معكم في واحد الفيديو السابق اللي غادي نخلي لكم رابط في اسفل الفيديو بالنسبة لثمن البيع ديال الكيك انا كنحسبوه بخمسة وثلاثين درهم بهاد الكريمة هادي و بهاد تزيين هذا بالنسبة للحراشات ديالي فانا ما شاركش معكم بطريقة ديال طهي ديالهم باش مدشيش لفيديو طويلة وباسكو انا ديجا سبق لي وشاركتها معكم هنما كان طيبهم اش تماما كان ديالهم بحل تقريبا نص طيبة باش كنخلي الكليانة او الكليان ديالي جهد باش يطيبهم فوق البطا و باش يحمرهم لانك بالنسبة لحراشات بمطاق الكفصة او بحشوة ديال الكفصة ثمان ديالهم اربعة ديال دراهم وبالنسبة لحشوة ديال الطون ثمان ديالهم ثلاثة دراهم الحبة كنتمنى ان الفيديو ديال اليومات تنال اعجاب ديالكم وتجربو هاد الوصفات بجوج كتسوى بوغوليداتكم او بنسبة للطلابيات فهمها جوج ديال الوصفات اللي غادي يحمروا لكون جركم عالكليان ديالكم و لا بريتو بحال هاد النوع ديالفيديوهات خليوهم ليعا في القومنتر و ما تنساوش تخليو ليعا لايك و بنسبة الناس اللي عدل تحقوا بالقناة المرجو تغطع لزيل الاشتراك و تفعيل جرس باش يوصلكم الجديد و الى فيديو مقبل ان شاء الله دمتم في لعاية الله اشتركوا في القناة